ماذا عن إقبال المواطنين على تسجيل أسماء العالقين بالفعل بدأ الأردنيون بالاستعداد للعودة من ضمن المرحلة الثالثة حيث تم تخفيض مدة الحجر من 17 يوما إلى 14 يوما وهناك توجه من الحكومة لتخفيض مدة الحجر إلى أسبوع خلال الأيام القادمة مع انحسار وباء فيروس كورونا من الأردن حيث أعلنت حكومة عن محاصرة الوباء ولكن لا زال هناك إجراءات احترازية مشددة تقوم بها الحكومة هناك إقبال شديد من الأردنيين للعودة خاصة الطلبة ومن تقطعت بهم السبل في دول مختلفة في العالم من سجلوا في أول مرحلة كانوا 23 ألف هذه المرحلة حوالي 15 ألف سيعودون على مدر ثلاثة أيام وستة ألاف عبر المعابر البرية والبحرية هناك إغلاق تام للحدود الأردنية ولكن هناك سماح للعودة للأردنيين من جهة وأيضا لمغادرة بعض الجنسيات من الأردن هذه العملية تتم بحذر شديد من قبل الحكومة الأردنية من قبل أقوات المسلحة وفريق التطهير الكيماوي حيث يتم تعقيم المطار بعد كل رحلة وصول يتم نقلهم من خلال الحافلات بنسبة إشغال 50% يتم تعقيم الأشخاص الذين وصلوا إلى المطار تعقيم أمتعاتهم قبل نقلهم إلى فنادق الحجر الصحي كما يتم تعقيم الفنادق أيضا بعد كل مرحلة هناك إجراءات شديدة ومع ذلك هناك عدد إصابات من القادمين هناك إصابات وإن كانت قليلة ما بين المخالطين لهم من العاملين في الفنادق ومن الفرق الطبية هناك فرق طبية ترافقهم تقوم بعملية الفحص فرق التقصي الوبائي تقوم بعملية فحص متكررة لهم خلال وجودهم يتم مراقبة المحجور عليهم للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس العملية صعبة ومعقدة كما أكد مدير خلية أزمة كورونا سينار وتتطلب جهد كبير من القوات المسلحة ومن الفرق الطبية صحيح